رسوب جماعي في كلية السيدلة بجماعة سواج فلم نفق من رسوب طلاب طب بشري السواج الأسبوع اللي فات إلى وقت رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى اللي سيدلها هذا الأسبوع واستحال حالة صدمة بين الطلاب أولياء الأمور وسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فماذا حدث أو ما سبب هذا الإخفاق الكبير في النتائج هذا ما سنوضحه لحضراتكم من خلال هذه الأطفال لم يمر وقت كبير على وقعت رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب بجماعة سواج بعد أعلان النتيجة الأسبوع الماضي إلا وطلقى طلاب جماعة سواج صدمة جديدة وهي رسوب 79% من طلاب الفرقة الأولى بكلية السيدلة جماعة سواج ونجاح 21% فقط بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري لتكتاح موجة من الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداول مستخدمه وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ساخر هذه النتائج معربين عن استغرابهم وسخرياتهم من الأوضاع الرهنة أيضا كشف مصدر بكلية السيدلة جماعة سواج عن أن نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بالكلية ليست نهائية ولا يمكن حصرها إلا بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتيجة بشكل رسمي بلإضافة إلى وجود امتحانات الدور الثاني لمن رصبها في امتحانات الدور الأول وأيضا كان قد تصدرت كلية السيدلة جماعة سواج تنصيق القبول بالجماعات والكليات لعام 2023 بنسبة 98% ومجموعة 372.5 درجة والآن بتواجه تحديات بسبب نسبة الرصوب الكبيرة في الفصل الدراسي الأول فنسب الرصوب الكبيرة التي حدثت بكلية السيدلة جماعة سواج بتعتبر مؤشر مقلق للطلاب والأستاذة على حد سواء لأن السيدلة بتعتبر من الاختصاصات التي تتطلب الدقة والاهتمام الكبير في دراستها وتطبيقها والارتفاع الكبير في معادل الرصوب يستدعي تدارك الأمر بجدية وسرعة قبل أن يتفاقم الوضع بشكل كبير لذلك من المهم فهم الأسباب وراء هذا الارتفاع الملحوظ في نسب الرصوب وقد تكون الأسباب نتيجة جودة التعليم والمنهج الدراسية وطرق التقييم أو قدرة الطلاب على مواكبة سرعة التطور والتقدم في مجال السيدلة لذلك يجب على الجماعة وأعضاء هيئة تدريس العمل بجدية على تحليل أسباب الرصوب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل تهدف إلى تحسين مستوى الطلاب ومساعدتهم على تحقيق النجاح في دراستهم مع تقديم الدعم والمساعدة للطلاب الذين يعانون من صعوبات في دراستهم أو إنشاء برامج تحفزية ومسابقات علمية وتوفير جلسات استشارية لطلاب لمساعدتهم أيضا في التغلب على التحديات التي يواجهونها وبالتركيز على الجودة والتحسين المستمر في عملية التعليم والتعلم بكلية السيدلة بجماعة سواج يمكن تحقيق تحسين ملحوظ في الأداء وتقليل نسبة الرصوب بشكل كبير وهو ما سيعود بالفائدة على الطلاب والجماعة والمجتمع أيضا بشكل عام من ناحية تانية قلصة منذ إعلان نتيجة كلية الطب بجماعة سواج الأسبوع الماضي حتى وقتنا الحالي ومواقع التواصل الاجتماعي مشتعلة للغاية حيث وانتشرت عدة منشورات تؤكد استياء الطلاب وأولياء الأمور من هذه نتائج غير المتوقعة بكليات القمة ويرى الكثير من أبناء وأهالي محافظة سواج إن هذه نتائج ترجع إلى لجان غشة ثانوية العامة بمدارس أولاد الأكابر بعدد من مراكز محافظة سواج مع العلم أن وقعت كلية الطب بجماعة سواج لم تكن الواقعة الأولى التي تشهدها كلية الطب بجماعة سواج بل هي الواقعة الثانية للعام الثاني على التوالي حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بالكلية العام الماضي 39% لتأتي نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب بجماعة سواج هذا العام نسبة نجاح 25% وتصدم الطلاب وأولياء الأمور وتوثير الجدل في الشارع السواجي إلى الحد الذي يصعب السيطرة عليه حيث تبين من خلال النتيجة تم الإعلان عنها رسوب 600 من أصل 850 طالب وطالبة في الفرقة الأولى بكلية طب سواج لذلك أطار رسوب طلاب الفرقة الأولى بكلية طب سواج حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام القليلة اللي فاتت وسط تساؤلات حول أسباب هذا التراجع الكبير في مستويات الدراسين بكلية من كليات القمة نتمنى أن السادة المسؤولين يتدخلوا في هذا الأمر لنرى ما سبب مثل تلك الأمور وأنه مفترض أن دي كليات قمة زي ما بنقول لحضراتكم فالمفروض الناس اللي بتبقى موجودة فيها أو الناس اللي حصلت على المجموعة الدراسي اللي يناسب ويليق بهذه الكلية يجب أن يكونوا على قدر كبير من الاهتمام بمذاكرتهم والقدر كبير من الفهم اللي يخليهم بشكل ما يكونوا متفوقين دراسيا ليسوا راسبين يعني احنا نتوقع منهم أنه هم يكونوا على مستوى عالي داخل الكلية مش نص دفعة أو أكتر من نص دفعة بشكل كبير جدا راسب فلازم يتدخل وزارة التعليم العالي ولازم لاجب أن نقف عند هذا الحد خاصة أن الأمر متكرر في سهاج ما بين كلية الطب لكلية صيدلة فهذا أمر غير مرضي وغير مقبول تماما لأني دي كلية طب وكلية صيدلة آآ بتطلع علينا دا كاترة بيكشفوا على أهالينا وبيكشفوا علينا فلو ما كانش عندهم القدرة أن هم يتخطوا لكلية ازاي هيكونوا آآ دا كاترة شطرين مشاهدينا دي كان كل تفاصيل الخاصة بادي الموضوع المزيد من المتابعات وتغطيات زروا موقع صدر بلد الإخباري بنشكركم مرة تانية على طيب المتابعة وإلى اللقاء